أعلن وزير تنمية المحلية محمود شعراوي عن مشاركة برنامج تنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنة وسهاج للعام الثاني على التوالي في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وقال وزير تنمية المحلية أن البرنامج سيشارك في المعرض هذا العام عبر الجناح الأكبر في تراثنا وسيكون على ضعف مساحة العام الماضي والتي تصل إلى حوالي 500 متر ما يعكس التطور الإيجابي لافتا إلى أن برنامج تنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى دعم التنفسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال